اهلا بكم في درس جديد ازايكم عاملين ايه ويا رب دايما تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم درس مهم جدا وهو الاسماء المركبة في اللغة الالمانية وطريق التركبها اتمنى الاستفادة للجميع يلا بنا نبدأ تتميز اللغة الالمانية بمرونتها ومقدرتها على تركيب كلمات جديدة مما يزيد في غنى ثروتها اللغوية وبهذا الشكل لا تأخذ الكلمة طابعا جديدا وانما يتم تركبها على اساس كلمات اخرى متوفرة في الاصل وتتم عملية تركيب الاسماء المركبة في اللغة الالمانية بوضع كلمة او عدة كلمات قبل الاسم الاصلي الذي يحدد جنس وعدد واعراب الكلمة الجديدة والتي تأتي على يسار الكلمة الاصلية تكون اما الكلمة المضافة بمثابة صفة للكلمة الاصلية وقد تكون الكلمة المضافة اسما او صفة او فعلا مثال على ده اذا كانت كلمة house هي الكلمة الاصلية واخذنا الكلمات التالية ككلمات مضافة هيكون شكلها كالتالي كاوف house الاسم المركب المعنى مجر والكلمة المضافة هي فعل وهو كاوف هوخ هاوس بناء عالي والكلمة المضافة صفة هوخ بمعنى عالي وليس من الضروري ان تعرف اصول تركيب الكلمة لكن من الضروري ان تكون حذرا حين تريد ان تفسر كلمة من الكلمات مثال على ده اذا قلت او تفاغع تعني سائق سيارة بينما او تقام لا تعني جرام السيارة وانما توقيع او امضاء لذا يجب الحذر في هذا الامر تقول القاعدة الاولى في تركيب الاسماء المركبة في اللغة الالمانية ان الكلمة على اليسار تصف الكلمة على اليمين الكلمة التي على اليسار تكون الكلمة المضافة وعلى اليمين تأتي الكلمة الاصلية تعالوا بينا نشوف مثال على ده ونرى هنا ان بغوت وغازيع وتاشن كلهم يصفوا كلمة مسع سكين وقد تغير المعنى عندما تم اضافتهم لكلمة مسع وتقول القاعدة ايضا ان الكلمة على اليمين تقرر فيما اذا كانت الكلمة الجديدة مذكرة ام مؤنثة ام محايدة تعالوا بينا نشوف مثال على ده وزي ما احنا شايفين الكلمة على اليمين قررت نوع الكلمة المركبة ككل وهناك حروف تصل بين الكلمات ووظيفة هذه الحروف هي تسهيل لفظ الكلمة الجديدة المركبة ومن هذه الحروف ومن هذه الحروف الأس والإي أس والإي والأن والإي أن والإي أع الحياة الطلابية خزانة الملابس وزي ما احنا شايفين تعمل الحروف في الكلمة كآدات واصل لإنتاج كلمة جديدة مركبة وبكده يكون درسنا انتهى ما تنساش لو استفدت تعمل لنا لايك وتقول لنا رأيك في كومنت وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر